قبل ما نبدأ صلى عن نبي وقصتنا النهاردة عن شاب بيحرر كايني وسطوري فهيقب بنت جميلة وعلى شكل تعالى بزو تسع زيول فتره يقفو حبه ولا لا ده لا نعرفه فلا اول مرة تشوفني اشترك في القناة زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير ويلا نبدأ ارجوزة بيبدأ مع بوستي ان دايوانغ علشان عارفة ان دايق زي ميهو اللي بالفعل بتوع من الارتفاع ده وبارك بيحس ان في حاجة غريبة حصلت وطبعا الكل بتلمو بيلا على ميهو وبيكون دايوانغ مش هازو مطلبه الاسعاف وهو يهتم من ميهو اللي بتفوه بتتحول من تاني وبتكونها تنتهم من هيئن وده الامر اللي بيأكد بارك لهئن انها اضعافة تكتر خرزة وعلشان كده تحول قتلها وبالفعل بتكون ميهو بتتبع هيئن وعازة تقتلها ومش بتسمع دايوانغ بتضربه بس بيفوه وبيطلع يهضن منه عشان تتوقف وما تتلهاش وبالفعل بترجع تاني طبيعتها اول ما بتحس بيه فبيروح يقابلها وبتعرف انها عملت كده عشان تقطت قزت وانها كانت هتتلايئن وهتئذيه وبتفتكر المرة اللي اول مرة يشوفها فيها وقت غربه منها ده بيشبه الطرق اللي كان بيتجاهل بقى مشاعرها للدرجة اللي خلاتها تنسى حقيقتها فبيعرفوا انه دايما بينسا انها سعلب وعلشان كده اوقات بيخاف من نفسه وبتكلمه على ان هيئن كانت زعلانة عشان يمقرب منه وبتتأسف له على انها عطل جنبه ومش قادرة تباد عنه فبينجرداش ان ده طبيعي وانه حابب انها توضع جنبه وصفتها حاببته وبيقرر يمشي عشان يلاقي خاتمها وبيطلعوا بيكون بركة متابعة من يو بشكل كبير وبيروح لها بتعرفوا انها ظهرت لدايوانغ الجانب الوحش منها واذا اعلنها خصوصا انها كانت عايزة يحبها ويقوم مع بعض للأبد بس بيعرفها انها لازم دلوقتي تستعد انها تبقى بشرية من دون دايوانغ وبيعرفها ان من دلوقتي هتبدأ تفكر كدرتها وتتحاول وهتبقى بشرية من تاني ويحصلها متتن قريب وكل ده ودايوانغ بيكون شايفة هوية معاه وطبعا بيكون متدهي منه بس بيتعرفها على بعض فبيروح بيعرفه انه كان عارف كل حاجة عنه وعارف انه حاببها بالأدفة المعرفته انهم فيقدر مدة 100 يوم فده بيصدم دايوانغ انه عارف وبيستغرب فبنروح لما هو اللي بيتلاحظ ان كل الاشخاص بيعملوا بشكل كويس بس من ساعة ما بقت فعلا من البشر ويبنش بيتعمل حاجة لحبها لديوانغ ولازم تعتمد على نفسها وبيتكرر انها تروح ويتعرفه انه مش لازم لها يختم بتاعها وبيلاحظ انها متغيرها بشكل كبير خصوصا لما بتقوله انها لازم تشتغل بشكل كبير عشان تكسب المال وتعتمد على نفسها بدل ما تفضل معاه وتتبعه بس هو بيحاول يطامنها انه عادي ومش يؤثر في اي حاجة بل بيشوف انها معادش بتطلب اللحم علشان هو مش يفضل يعملها كده عطول ولازم عشان تجيب اللحم تكسب المال فبيروح يستغرب وبيقول اكد ثقاطة فيها انقصرت بعد اللي حصل ده وده زي ما خرزتها اضررت وبيقوم يتباحها بلا انها شغالة بشكل كويس فبنروح لي انا اللي بيكون بركة هددها وبيتلومينها تفرق دايوانغ عن ميهو علشان تقدر تنساه خصوص انها لسه بتحب دايوانغ وجيبتك النهاردة عشان ما تخافش مني فبتستغرب وتفكر اني واحش زيها فبيكون رفضي اسئلة بس بيعرف ان على اقل انا نص بشر زيك بالزبط فبتتراب فبنروح مع دايوانغ اللي بيعرف منيهو انه ما خدش بصة من هيئة عن قصد وانه ما خنهاش فالي بتحسسه انه عامل حاجة غلط فقالت له عارفة كل ده بس برغم انك بتشتري اللحمة وتتم بي بس عارفت ان من بعد ما شفت شخصيتي الوحشة انك مش هتديني قلبك تاني وانه بيخليك تجذب وطيلة علشاني وفي الاخر بعد المت يوم هتمشي فقال له خلاص مش براحتك وبيتدايق وبيقول له عشان كده انت عرفت طبي بارك بأمر المت يوم وكل حاجة وبيكون مش عارف حاجة فيا بتقول كنت عارفة انه مش اعترف بحبه لي حتى لو احصل فبيكرر الروح يدور على الخاتم هو بينجسيون ومستغرب ازاي مش عارف يلاقيه بس الحالة بيكون موجود بس مش شايفه فبنروح لبرك اللي بيكون الوقت بيخلاص وبيقول ان الموجة الموت التاني في الوقت اللي خرزتها متضررة هيكون صعبة جدا عليها وبالفعل ميهو بتكون تعبانة بشكل كبير جدا وبتبكي بل ان دايوان غبيحس بالواجع وبيقول اكيد من الخرزة وبيفكر في ميهو انها ممكن ديكون تعبانة وبيكرر يروح لها فبتفضل ميهو تتقلم بشكل كبير وده على وصول دايوان غبي اللي بيكون عايز يدخل بس الباب بيكون مقفول ويا بتفضل ديكتم الامها عشان بيسمعاش بس مش بتقدر وبتصرخ وده بيخليه كسر الباب وبيروح يشوفها وبيتطمن عليها بتكون تعبانة جدا ومش عارف يعملها ايه فبيروح لبرك عشان عايز منه علاج وبيكون مفهم انه الكلب بتاعه بس بارك بيكون عارف انه الميهو وبينصح بنيفضل جنباشا ان ده احسن من الالاج وبالفعل بيروح يتمي بيها وبيفضل يعتني بيها وبيجيب لها الدواء وطبعا زينة علشانها وبيتأسف لها ويامجمع عليها فبنيجي للسبح ويبتفوق وبيتشوف ان دايوانا كان معاه بيتمي بيها وبتفرحة جدا بس بده ده متأسرة وبتكون سابته ينام وبيعد الوقت وبيفوق على كلامها مع الدكتور بارك في ان الدواء بتاعه ساعدها وباقي كويسة وبتعرض عليها لو تعبت تاني تفضل معاه ببيته فدايوانا غيب يدهي وبينزل يعرفها وانها كان بيتمي بيها طول الليل وانه بيدهي لما بتكلم بارك فبتشكره على تمامه بيها وبيتكونها تمشي شان تروح تصور المشهد وبترفض ان يروح معاها وبتفضل تجري وبتقول جواه انها بتحب دايوانا غي بشكل كبير ومش عارف تخفي حبها لي بس بطل انها تتوصل لاني يحبها برضو وتحفظ نفسها من كل ده فبنروح لدهونغ هو مع حبيبته من سوك اللي بيفضل يحب فيها وبيكون عايزة تشوف تصوره فيلم بس فجأة بنت سينيو بتيجي وبيكونها عرفة على بنته وطوكم بتاعه بس بتضرب بومبة وبيستغربه وبتتكسف وبتطلع تجري بس هو بيرح وراها بيعرف انه عادي وتعرف نفسها ان حبيبة المقرق دهونغ عادي ومش هيخجل منها ابدا قدام الكل وبيضمها ليه وطبعا بتفرح جدا فبنروح لدهونغ اللي بيفتكر كلام ميهو انها تستعد انها تعيش من غيره وده بعد ما المت يوم يخلصه وبيروح يشوف الايم الباية وبيلا ان الايم عدد بسرعة جدا ومش عارف ويقدر يعيش من غيرها ولا لا فبنروح لوقتي تمثيل ميهو واجاب دهونج بيها بشكل كبير وبيكون بيتمنى لو كانت هي فعلا اللي بتمثل والكل يعرفها وكل ده ويقام بتكون قاعدة ومددقة طبعا فبيروح عشان يبدوه الاماكن وبتعرفوا انها مش خايفة منها فبتكون بتمثل عليها شان تسحرها ويتخلها وحشة بشكل كبير وتمشي بس بيقابلها بينغسوه بيديها استمر التعيين في الطاكم وده بصفة مستمرة فبتستغرب وبتروح لبرك اللي بيعرف ان ده تحلها هويتها الجديدة واللي المادة بيكون بكرة اصلا فجد بيوصل بيرن على ميهو وبيمثل انها تيجي عشان يخرجوا سوا وبالفعل بتوصل بيكون يعزم على اللحم وبتروح تشوفوا الايام وبتعدلها وبتكون مش تخرج معاواتكم من البيت وخلاص علشان وراها عمل كتير لازم تخلصوا فهوي بيستغرب منها فبيعاد دلوقتي بتكون مش معبراه وبيعرض عليها بدل من يروحوا لماكن اللي علوحها دي فهو لأمكان زي ويخدها ليه بكرة فبتفرح بس ترفض وبتتحجج بده بان وراها مشاريع لازم تعملها علشان المفورد انها تنسى قبل ما تسيبه فده بيعصبه ويزعله وبيقولها عارف النساء اللي عليك تنسينه اصلا وبيمشي وهي بتفضل تبكي علشان مش حاسس باللي جواها بس هي من جواها بتكون عايزة تروح فعلا في المقابل بيكون دايون غنام وبيدور على خاتم وصاحبه بينغسوه بيعرض عليه جبلة اوراميهو لغاية عنده فبيستغرب في نفس الوقت منه بتكون بتمنى البيانات وبتفكر يا فهنا تكون بارك سونجو بس بتمشي وبتكون راحت عند بارك اللي بيحتفل بعد ميلادها بما انها بايت بارك سونجو فالديون غي بيروح البيت وبيشوف ميوية برا بس بيكتشف ان معها اوراق باسم بارك سونجو بيشوف كلها اوراق وجوا الصفارة وبيستغرب جدا من الامر ده فبنروح لميو اللي بتعرفه انها بعد ما تبقى بشرية تشتغل وتبقى كويسة وممكن وقتها تعرف ترجع على دايون غي من تاني فبيقول لها وقتها معتش هيبقى دايون غي موجود اساسا فبتتصدم بس هو بيرتبك وبيقول ان هيبقى مع الناس تانيين مش هتعرفها تروحيله وبيعرض عليها ياخدها في اي مكان ببناس بتدمي لدها بس هي بترفض ده وبتكرر انها تسيبه وبتمشي وطبعا وبيفضل ما استغرب وده على وصول دايون غي لها لمقابلتها ومع الاوراق بتاعتها بس الحياة انها بتكون نزلت وبيكون طلع وبيروح يواجه بارك اللي بيعرفه ان بارك سنجو كانت هيدي ادها الميهو شان تعيش كبشرية من تاني وبيعرفها انه كان عارف حقيقتها خصوصا ان مش بشرة كليا برضو والمفروض دلوقتي تسيب ميهو فبيتعصب وبيفضل مصدوم بشكل كبير بس بيروح بيفضل متأمل في الاسم ومش عايز ميهو تعيش مع بارك بل بيكون مش عارف يعمل اخصوصا بعد محب ميهو وبيفضل يفتكر في كل زجراته مع ميهو في انها تفضل معها دايما وقتتتبعه ويقدي ايه كان بتعبر حبها ليه بشكل كبير بس الحين بيقول في باله انه بيحب ميهو والمفاجأ انها بتكون وافة وبيستغرب لما بيشوفها بس هي بتفرح وبتفرح اكتر من المكان فبيقرر يقول لا انها ما تسيبهوش علشان عايزة تكون معها دايما حتى لو كانت مختلفة عنه بس الحين بيحبها والحين اختلافك عني حبيبني فيك اكتر فهي بتفرح جدا وبتقوله بما انك بتحبيني فانها بقى بشرية لما الخارس تفضل جواك لمتة يوم فبيفكر انها استغليته وكان بتحبه علشان عايزة بس بتنكر ده علشان هو اللي كان قدامها وانها حبيته وعلشان كده احتاجت له فبيروح لها وبيقول لا لو احتاجتيني ممكن تستغليني عادي بس وعديني انك مش هتسيبيني فبيتوافع ومنينها بيحضنها وبيكون هما الاتنين فرحانين بشكل كبير وبيفضلوا حضنين بعض فترة كبيرة فبيروحوا بيعرفون النهاردة عند ميلادها وبيغنيلها اجنية مميزة اكتر وبتفرحها بشكل كبير وبيخلصوا بيقرر يبوسها الاول مرة بينهم وطبعا بينساجموا سوا بس فاجأ الخارسة بتتعبوا وبتمنحهم من انهم يكملوا بصف بعض علشان هي الضرارة لما بس يقن وبتفضل تخليه حاول عشان تتبس اكتر بس ده بيكون صعب عليه فبعد الوقت بركب يكون متابع علاقتهم اللي بايك كويسة وكان عايز يبدي عن دايوانغ علشان ما تعرفش بامر موته بس مش هيعرف يا ملده حاليا فبنروح لميهو اللي بتكون بتحضر خطط لجوازها من دايوانغ وبيتكون بتفكر في المستابل وبيروح يمسيه انهم هتجوزه ويخليه فولاك كتير واللي بيكون عايزين اللحم زي امام برضو وضع مجرد التخيل معه بيتصدم وبيوقف عن تنفيذ خططها دي علشان لازم يستمتعوا بحياتهم الاول وبيطلع يقول للخارزة كنا بدانا ينجب اطفال من دلواتي بس هي بتفضل تخطط لحياتها الجهة بكل سهولة بل بتروح تاخد نصيح من بيئات الدجاج كمان فبنروح لميهو اللي بتروح لبارك وبتعرفوا امر علاقتها مع دايوانغ وانها تعيش معها بشكل كويس فبيقولها من دلواتي همشي من المكان ده علشان مش بيفضل في مكان واحد دلوات طويل بالاضافة انه قصر قاعدة خصوصا لمكنش بتواصل معي شخص بس عمل كده بتواصل معي شخصيا علشانها وكان بيتمنى تروح معاه ويشوف جزيرة بس بتعرفوا انها بتخاف من مياه علشان هي مصنوعة من النار اساسا وبتتفهم عنه قبل ما يمشي تورله زيولها فبتمشي بس الطفل ده بيمشي وراها واللي مش بيكون في حد شايفه وبيكون مخلوق غريب زيهم برضو وبيفضل متتبع ميهو لغاية موقع التصوير وبيعرف ان ميهو حاطط الخارزة بتاعتها جوا دايوانغ اللي بيكون راح يسرعها بس باركة بيوقفه وبيكون بيمنعه من ده فقال ان الخارزة بتاعتها مصنوعة من نار الجن وده بيصدم باركة خصوصا ان من الواضح ان ميهو هي حبيبته غيدالي اللي قتلها في عالم الجن وبيكون مصدوم فبنروح تجمع ميهو مع على دايوانغ واللي بتعزف وعزفها بيكون كويس جدا وجد وبيعجب جدا بكل حاجة فيها علشان بتكون بتعرف تام حاجات كترة مختلفة وبيروح ياكله بس منسوك بتلاحظ انها مش بتاكل غير اللحم وبتخلاها تاكل من بقى الاكل بس تلحسن الحظ ده وانغباليهم وبياكلوا بدلها وبيتحكوا عليها ومشان ما يعرفوش باي حاجة فبيخلصوا وبتروح تشوف صورة زكراته وصغير وبتلاحظ ان شكله تغير بس بيعرفوا انها عاشت 500 سنة وقتر وبيكون مفكر انها خايفة تبقى بشرية وتكبر في السن وتموت بس بتعرفوا انها عايزة تجرب ده علشان تكون مستمتعوية معاه وبتبني خططها على ده ويتكون على سعيدة وده لما تكون بشرية من تاني خصوصا تكون العيلة هي الحاجة الوحيدة اللي كانت عايزة تحققها فبنروح لباركه في المعبد وبيسأل ساس مين ان ميو بصنعه من نار الجن الخاص بغدال وان اكيد ميو جزء من غدال حبيبته ومعنى كده اني قررت الغلطة من تاني بتحاولها البشرية وبيفضل زعلانه بيبكي فبنروح لبن يقول ليه وديونغ ماشين وعايزة تحاسي انهم مرتبطين عادي وبيكرروا ينسوا امره خارزة ويابت حاول تجرب وضايات انها تحضنه بس بيكرروا يمسكه ببعض وبيمشوا هما فرحانين جدا فبيروحوا ميو بتطلع الاول بس بتلاقي الدكتور بارك اللي بيقولها انها وحشته وبيكرر يحسس عليها عشان جيل هنا علشان يشوفها وده علشان يوحشته بشكل كبير ومش هيمشي زي ما قالها ابدا ويفضل يحميها فهي بتقوله لا عادي علشان اكبه بشرية قريب ويكون مع دايونغ فبيكرر برضه ان يفضل ويحميها فبيروح وبيكرر ان يمسك الجيل الصغير ده ويحمي دايونغ علشان يخلق خارزة كويسة فبعد اليوم وبيكون دايونغ عند دايونغ اللي في مشهد لازم يروح يصوره في الصين وبيتفاجئ لما بيعرف ان يعد شارن هناك وطبعا بيكون مستغرب ومتردد ان يروح ويسيب ميول وحدها علشان هي هتفضل بالنسبة ليه فبنروح لميول بتسأله اينا عن سبب كرهها لها فبتقول لها عشان انت بتمثل انك بشرية وبتتعامل مع الناس بشكل كويس بالاضافة انك اخدت دايونغ مني وده كان حبيبي فبتخلص وتكون زعلانة وعايز دايونغ يروح في عمله ويمثل مرتبطش بيها كل المدة دي فبيارد عليها بمنهم يتفرق الشهرين فلازم يكونوا زكريات سوا وبيبدأ يفتخر بيها شانيا جميلة جدا واتعرف تتعامل في كل المواقف وانها مش بتتحرج من ازار حبها ليه في اي مكان وبالرغم انها كونها الان لمامشي بس كل داي خاني متطمن عليك وبيفضل يعبر ليه عن مشاعره وانه بيحبها بشكل كبير وبيعمل نفس اسلوبها وده بيخلها مبسوطة بشكل كبير من اللي حصل بس المفاجأ ان بركب يكون متبحها وبيتدايق علشان حبيبته وتحب شخص تاني فبيروح لي ان اللي بتعرفه انها مستحيل تعرف تفرق بينهم وبتقنون يستخدم قوته وبيبعدها بس لو عمل كده فتختفي فبيعد اليوم وبيتقابله وبيعرف ان في الجن عايز يسرق اخرز بتاعتها وعلشان كده سفر دايوانغ يكون في مصلحتها فبتستغرب بس بتروح تتقابل مع دايوانغ اللي بتورب له انها بدأت تسمع كلامه وتاكل خدرات عادي وده بيفرحه طبعا فنفس الوقت بيكون دايوانغ بيودع حبيبته من سوك اللي بيكون اشتغل بعضها طبعا في المقابل بيكون دايوانغ بيودع ميو وبيتدالها الصور وعايزة تملاها لغاية مايرجع وبيروح يبوسها وبيسافروا بالفعل بس لحيانا الجن الصغير بيكون عايز يسرق الخرزة من ميو اللي بتكونها تكون مع جد دايوانغ وبتقرر تتصور وتشارك كل الموجودين في البيت وبتتقرب منهم وطبعا بيحبوها واي شخص بتتقبل معا بيحبها وبتتصور والأيام بتفضل تعدي فبنروح الديوانغ اللي بيكون نزل أجهزة قصيرة علشان يشتهلم يهو اللي بتشوال يرد تفعلها بشكل كبير بس الحيانا بتكون عند بارك وبتعرفوا بان دايوانغ مش بيرد عليها فهو بيرد عليها البيت اللي ينتهل معاه فيه بس هي بتظلم منعا انها تسيب دايوانغ بس بيقنح انها لازم تعمل ده شن الجن الصغير مايقودش خرزة من دايوانغ وتفضل بعيد عنه وهو في اليوم الأخير هو اللي يجيب لها خرزتها وبيعرفهم قبل عودة دايوانغ من الصين فهي هتروح معاه للبدة ومش بتكون عارفة تقول لديوانغ ايه في المقابل بيكون دايوانغ ماشي والجن الصغير بيمثل علينا طعبان وأول ما بيشوفه بيضربه وعايز ياخده خرزة وده الأمر اللي بارك بيحس بيه بيرحشين يواجه الجن ده فبنروح للجن الصغير اللي عايز يخرج خرزة من غير ما يأذيها بس دايوانغ بيفوق وبيعرف ان يميو خدعاته علشان لو فضل محتفظ باخرزة جواه فيموت بس دايوانغ مش بيكون مصدقه وان بارك بيوصله بيهدفه لخانجر وبيجرحه بس بيهرب منه وجن الطفل بيجيه هرب بس ميو بتمسكه في حين ان دايوانغ بيواجه بارك بانه عارف انه يموت لو الخرزة فضل الجواه فانها في سلوات بتفضل ميو مسك الجن الصغير اللي بتلومه علشان مش عايزي سيبه تشمع دايوانغ بروحيتها فبيواجه انها شريرة علشان الخرزة تمتصطق دايوانغ ويموت في النهاية فبتتصدم وبيعرفها ان بارك عارف بالامر ده والجن الصغير ده بيمشي ومعاعدش يقرب من دايوانغ من تاني فبنرجع تاني البرك اللي بيكون فاهم دايوانغ ان لو ما خانش ميو مش هتموت وده كله كذب طبعا وبيخليه يمشي وبيكون عايزي وتنمي بالخرزة بتاعتها بل لما تعد الايام ان يموت في سلامة غير ميقصر على ميهو فبنرجع لميهو اللي بتفضل تبكي وبتفضل الكلام بارك ان دايوانغ هيختيفه ويموت ومش هيكون معاها ويه بتفضل تبكي عليه ومش عايزي يسيبه ويموت ومش عارف تهمي ليهش ان تمنع ده فبتروح لبرك اللي بيعرفه ان وجرح الجن الصغير ده ومش هيقرب منها تاني بل بيعرفه ان عرف دايوانغ ان يموت في النهاية وبيتلع يرجع لها خرزة بتاعتها وحتى لو ما عملش ده فيستخدم قوته ويخرجها من جواه فهي بتفضل مصدومة للدرجة اللي بتفكر حتى فقتل نفسها علشان دايوانغ يعيش وبتفضل متأسرة وبتبكي بس بتقول انها لازم تختفي فبيعد الوقت بيكون دايوانغ بيحضر الطعام وبيعرفها ان يرجع بس بيستغرب من ردة فعلها وبيحكي لها معاناة لمدة يومين عشان يجول هنا وانه جاشن يوحشته جدا بل بيعرفوا ان قابل شخص غريب كان عايز يخب منه خرزة ولو لمساعدة طبيب بارك وانه عرفه لو ما رجعش له خرزة بعد مئة يوم فيتموت وانها اللي ما قلتش ليه على كل ده من الاول وانه يحمى خرزة بتاعتها بشكل كبير بس هي تفضل تبكي علشان يبتحبه فبيطمن انه مش هسبها ابدا ويبقوا مع بعض وكل واحد بيوعد التاني انهم يحموا بعض والجز يبيخلص على هنا فاي ترى دايوانغ يعيعرف ان هو اللي يموت وانه ترى يلاقوا حل يتفادوا ده ده لنعرف الجز الجاي والاخير تابعونا بس ابما تطلع دوس لايك الفيديو ولا امر تابعيش تشارك في قناة فعل الجرس علشان تتر تابع معي الجز الجاي بكل سهولة سلام